السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اخبار احمد سامي فيديو جديد. نهاردة هكلمكم عن سؤال بيجيلي فعلا بشكل مستمر. بيجي كتير جدا. هو اتعلم لغة برمجة ايه? ما ان الناس بتعرف ان انا مبرمج وناس كتير جدا بتسألني. هقول لك. هقول لك طبعا دلوقتي. ايه افضل لغة برمجة في الدنيا? ايه اللغة اللي انا هتعلمها? ايه اللغة اللي هتخليني نعمل كل حاجة. اجابة السؤال ده هقول لك مفيش. عارف ان هي اجابة محبطة شوية. بس دي الحقيقة. مفيش حاجة اسمها لغة يعني احسن من لغة. كل لغة قوية في حاجة هي بتعملها. وكل حاجة لها يعني كل لغة بتقدر ان هي تعمل كل حاجة تقريبا بطريقتها. خلينا اديك مثال عشان انت تقريبا تهتميني ولا تتدائي. هقول لك على حاجة. دلوقتي مثلا لما بتيجي انت عايز تعمل تطبيقات للكمبيوتر. كويس? بير تشتغل على الكمبيوتر. مثلا. فبتقول لي والله اقدر اشتغل بيها اقول لك ممكن تشتغل بسي شارب. تقدر تعمل بيها برامج لسطح المكتب كويسة. تقدر تشتغل بالجافا. تقدر تشتغل بالبيسون. تقدر برضو انك تشتغل باللغات اللي ملهاش علاقة بالمجال ده زي مثلا الجافا سكريبت. دي لغة مواقع. اصلا برامجة مواقع. بس لها الطريقة انك تقدر تعمل بها برامج وتشتغل على الكمبيوتر. وبرضه برامج تشتغل على موبايل. زي ما السي شارب والجافا ويقدر يعملوا. صحيح الجافا مثلا او كوتلين هي اساس اندرويد. وسويفت هي اساس ايو اس. انا معاك. بس مثلا فيه تطبيقات بالجافا سكريبت اتعاملت. زي مثلا الفيسبوك ده معمول بالجافا سكريبت اصلا. يعني معمول بحاجة اسمها ري اكت. ودي حاجة من حاجة الجافا سكريبت. فاي اللغة اللي هتعلمها هترجاع لك انت. تمام? فيه حاجات معينة مخصصات لها لغات. بيقى يقولك لا يفضل انك تستخدم كزا مع كزا. زي لما تيجي تعمل تشتغل ويب مثلا. يقولك لا تفضل انك تتعلم HTML و CSS و جافا سكريبت. تمام? لانه موديل اساس الويب. فانت برضه كده مش في طريق الصخ. فيه لغات بتعمل حاجة احسن من لغات تانية. فانت عليك انك تعرف وتعرف فتختارها ازاي? دي من الحاجات المهمة. خلينا نتكلم شوية عن مجال المكفوفين بشكل خاص. تمام? عشان يعني ما نخليش الدنيا عامة اوي لان انا عارف ان فيه ناس بشكل خاص هتسأني على حاجات معينة. زي مثلا. عايز اعمل دلوقتي برامج للمكفوفين تكون متوافقة. كده بقى السؤال الصح. يعني كده انت فعلا بدا تسأل السؤال الصح. او عايز اعمل الالعاب. خلينا في الالعاب الاول لان الناس هنا بتحب الجيمز. بص يا جماعة. صلى على النبي. الالعاب المكفوفين بتتقسم لكزا حاجات بتعملها. اولا البي جي تي. ودي لغة برمجة قديمة كتير. يعني بتاع خمس سنين مسلا. وما بتتحدسي. يعني ما بنزلهاش اي تحدثات جديدة ولا اي حاجة خالص. هي دي البي جي تي. معمول بها بقى يعني مش عارف اقول لك ايه هو تقريبا معظم الالعاب معمولة بيها. عندك كريزي بارتي تي كاي حاجات كتير جدا. تجيبها منين? هتخش على بلاس بيس ستوديوز وتقدر ان انت تتحملها من هناك. ايه طبعا كل حاجة مجانية وتقريبا ما تقدر تشتغل على اي جهاز لانها لعبة صوت. او يعني في الاول وفي الاخر الالعاب صوت. المشكلة فيها بحاجة. ان الالعاب دي او اللغة دي مالهاش شرحات. يعني هي قديمة جدا. فنتوقع ان يحصل لها مشاكل طبعا. ومالهاش شرحات ولا تحدثات. فدي مشكلة. بطريقة تانية انك تستخدم يونيتي 3D زي ما انا بعمل. وتصمم بيه العاب. وفيه ناس بتقدر تعمل بيه حاجات وده زي ابتلاين ليجند. انكوينترو ذا فييل. مثلا. فدي برضو حاجات كويسة. لكن يونيتي مش اكساسيبل. بمعنى اخر ان هو ما بيتوافقش مع قراءات الشاشة. طبعا بنلف حوالي الشركة بقى انه سنين. ممكن على ما تشوف الفيديو دي يكون يونيتي بقى مطافق مع قراءات الشاشة. واكيد هتلاقييني سايبلك في الوصف في الاول. ملاحظة اقولك ان يونيتي بقى شغال مع قراءات الشاشة. بس الحد دوليتي هو لأ. المهم. ففي الاساس انت هتاخد دورة مقدمة البرمجة اللي انا بقى اللي انا عملها هنا في القناة. لان انا عملها بتتكلم عن ايه بنتها الاختصار. البرمجة لها افكار معينة للكتابة. يعني عارف مثلا لما بتيجي تكتب اي لغة عادية بيقولك ان الجملة لها تكوين. معروف مثلا ان في كل اللغات ان يعني اي لغة في الدنيا بتتكون من ايه خروف والحروف دي بيتكون كلمات والكلمات دي بيتكون جمل والجمل دي بتكون فكرات او paragraphs صح؟ ايه اللغات كده في لغة البرمجة لها نفس السياسة بس بشكل مختلف. يعني ايه فيها حاجة اسمها دلة افي الشرطية فيها حاجة اسمها الحلقات فيها حاجة اسمها المتغيرات فيها حاجة اسمها الدوال فانا قلت ليه تتعلم دي كل مرة كل لغة تروح تسمع الكلام ده تاني ده منتهى الملل وكمة الازعاج انت تفهم الكنسبت او الفكرة العامة حوالين الموضوع وبعدين تقدر تروح تتعلمه منتهى البساطة ده وجهة نظري عن خبرة يعني عشر لغة برمجة لحد الوقتي فاناقدر اقولك الموضوع ده حوالي عشر سنين خبرة في المجال او اكتر كمان يعني فهي دي الفكرة هي دي الفكرة العامة فاي اللي قدر اتعلمه ده هينطبق عليك انت طبعا انا بالنسبالي انا شايف ان يونيتي كويس كهو كمحرك الالعب او برنامج واقدر اعمل بيه الالعاب فيه مئة محرك الالعب تانيين فيه مئة لغة برمجة تقدر تعمل اللي انا عايزه بس الفكرة انا مسرح لايه انا قدر اشتغل بايه طب عرفها منين دي عم احمد تعرفها منين بالتجربة يعني وانا عرفت منيني ان انا بحب السي شارب بمسرع عرفت منيني ان انا بحب مجال الويب عرفت منيني ان انا بحب يوتيوب وهبقى شطر فيه وان انت قابل تسمعني دلوقتي وهب التجربة جيت في يوم عملت فيديو ما جابش تلات اربع مشاهدات بس كملت وكانت طريتي في الاول مش احسن طريقة في الدنيا في الكلام لكن اتحسنت هي الفكرة في كده فانت ابدأ وحاول وهتقدر انك تتعلم وعلى الريسورس ما فيش اكتر منها اماكن التعليم ما فيش اكتر منها بس هو الفكرة ما تعب مائي يعني ما تجيش تقول لي انا هتعلمي ازاي ومش هتعلم زي انا قدامك هو تعلمت اتعلمت انني اتعلمت من الانترنت بداياتي كلها كتابرة عن انترنت والحد دلوقتي يعني انا بتابع قناوات كتيرة على يوتيوب بتعلم منها وبيقدروا محتوات لو احتاج حاجة سبيسيفيك قوي وده ناديرا لو ما لقيتهاش على يوتيوب ممكن للاقاها في كورس مش غالي حتى لو الكورس غالي فهيبقى الغالي تمانه فيه هيبقى فعلا انا عارف ان انا محتاج المعلومة دي بس في البدايات بالنسبة كبيرة جدا اذا مش حاجة اي كورس فشوف طريقك فين وروح له فكرة انك تحاول وتجرب منتد علعاب للمكفوفين اللي احنا فيه عبدالله حايدر اخترع لابة من الالعاب اسمها حضرة الحلاك صحيح انا لما جربتهاش لحد دلوقتي بس الفكرة اللي اقدر اقول لك دي خطوة كويسة سواء انك تلاقب حلوة سواء انك تلاقب وحشة دي خطوة كويسة انا عجباني ليه لان ده شخص حاول في الاول انه يبدأ يعمل حاجة عارف لو الاختيار الاولاني وحش بعد كده يبقى حلو زي نفس الموضوع برضو في البرمجة هو مين فينا عمل اعظم لعبة في الدنيا اصلا انت مش تعمل جي تي ايه في اول مرة او انت مسلا مش هتيجي تعملي برنامج يعني مسلا اي برنامج كبير مش هتيجي تعمله اول مرة دلوقتي انت مسلا مش اول موقع هتعمله في حياتك يبقى فيسبوك انت الاول هتعمل موقع بسيطة تقريبا محدش هشوفها لش هكلاها وحش جدا غير قابل لاستخدام البشري هتكتب صفحة تبقى فرحام بيها وهو ده المطلوب على الوقت هتبدأ تتطور 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 والموضوع هيبقى احسن بالنسبالك تقدر ان انت بعد كده تعمل حاجة احسن هتتعلم من الحاجة الاولانية اللي انت عملتها زي لما بتشوفني هنا على القناة وانا بعمل جيم بلايز مثلا مع اول مرة بصارت فعلا هيبقى زي الزفت بعدها بشوية بيبدأ مستويه يتحسن 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 لحد انه موصل لفكرة المحترفين تقدر تشوف قوامة التشغيل بتاعت كريسي بورتي عشان تفهم اللي بتكلم عن ايه اول مرة كمستويه ضعيف جدا انا مكنتش فاهم يعني ايه عناصر اصلا كنت بجرب اللابة الاول مرة انا مكنتش عارفة عدل المرحلة الاولى رغم ان انا ختمتها كلها بعد كده فهي الفكرة كلها انك تواصل اتقدر تعمل حاجة وهتعملها ده مش كلام تنمية بشرية ولا الكلام ده انا بقولك عن خبراتي الا انا عملته انتقدر تعمله ومعظم الناس اللي هنا في القناة فهما بيتواصلوا معي يعني هما بيتواصلوا معي بشكل شخصي على الوقت سعب وعلى حاجات تانية فيقدروا هما يقولوا لك اذا كان الكلام اللي انا بقوله ده صدق ولا كده ان دي الحقيقة ولا لا هو ده انا ولا مش انا بس فانا عايز اقولك ان الاول ان ما حدش كان مقتنع ان انا اقدر اشتغل برمجة قدر وقت الحمد لله بيت باشتغل برمجة بنسبة كبيرة جدا ومن يعني من اعلى الناس اللي موجودين هناك في موضوع الشغل للبرمجة والمجال فعايزك تكون واصل بنفسك وتلاقي الطريق الصح وما تكسلش لان على قد ما هتتعب على قد ما هتتعلم بس ده الحاجة اللي انا اتعلمتها وهي دي الدنيا مش هي كده فده كان فيديو مختلف مش هستطول عليك اكثر من كده ام قول لي ايه رأيك يعني في النوع وفيديوهات اللي من النوع ده واتمنى طبعا تكون استفدت يعني انا ما يهمنيش مشاهدات الفيديو قد ما يهمني الاستفادة ان انا بحتاج ارد على كل الناس بنفس الترتيب وديهم امثلة مختلفة لكن هي دي الحقيقة انا قلت شاركها معاك في فيديو واقول لكم الدنيا مش هي ازاي لان انا عارف ان انت هتصدقني لان انا الكلام ده اتقالي قبل كده وممكنتش مصدقه وبقولي الناس دي بتتكلم في كلام فاضي زي بتوع التنمية البشرية انت هتقدر ومش هتقدر انا بقول لكش انت الصبح هتبقى اكبر مبرمج انا بقول لك اتعب وهتلاقي حاول تتعلم طبعا في الاول صعبة جدا ماشي هتتعلم مع الوقت هتتعلم وهتعمل واحد يطلع منك برامج زي الفل وهتبقى مشهور بس كل ده على اساس تعبك وهو ايه اللي بيميز مبرمج عن التاني ما فيه مبرمجين كتير بس هو فيه واحد يتعلم المعلومة ويسكت خلاص انا اتعلمت شكرا تمام اراح التحيم في شركة بمرتب ومشي دنيتي بلعف وفي حال تانا عايز التعلم كتير عايز التعلم كتير ده بيجي له يوم ويفتح شركته انا عايز تبقى واخد بالك من الموضوع ده يعني الموضوع بقى ما هواش فلوس ولا غيره عندك ستيف جوبس مخترع شركة ابل اهله وهو صغير عرضه للتبني عشان مش تقيني يأكلوه ما دخلش جامعة اساسا بيل جيتس على فكرة عمل عمل مايكروسوفته هو عنده 14 سنة تقريبا فيسبوك مارك بتاع فيسبوك ده عمل فيسبوك وهو ما دخلش الجامعة يعني ساب الجامعة وقعد يفكر في فكرة فيسبوك ودلوقتي اكبر موقع تحصل الاجتماعي في العالم حاول يعني حاول ان شاء الله رب نهوفقك بس كده قول لي ايه يعني ايه وجهة نظرك في نوع الفيديوهات دي انا على نفسي بحب أقدمها لاني بحب ان انا الخبرة اللي عندي أقدمها لك مش عايزك تتعب بالتعب اللي انا تعبته في الاول وده اللي انا بحاول اعمله مع الناس كلها اللي هو انا لما تعلمت ما كانش فيه شرحات عربي اصلا للبرمجة والشرحات الانجليزي كانت تقوليلي جدا وما فيش حد مسلا بيكتب الكود ويدهولك تقدر انك مثلا تصفحه بالنوتباد او بحاجة خطوة خطوة مفيش الكلام ده ده حاجات جديدة فانعايز اعرفك ان الدنياتك تبقى اسهل بكتير من منا بدأت اتعلم بهمني؟ فالدنيا كلها ميسرة هي ابدأ عندك قنوات كتيرة علي يوتيوب تقدر تعلم منها في الويب عندك زيرو بسكول رائعة استاذ قسامة زيرو يعني ما شاء الله عليه بيشرح باللغة العربية ومبسط جدا عندك اكاديمية حسونة عندك بغداد الجديدة عندك حاجة كتير جدا يعني دول الاسامي اللي جوب فالي دلوقتي بس انت عندك مصادر كتير بالهبل تقدر انك تعلم منها اكتب مثلا كده خش على اليوتيوب وكتب دور بايسون هتلاقي كتير هتلاقي دورات بالهبل يعني ما تعدش وكلها متقدمة وكويسة وتقدر انك تسأل والناس تأجبك وتخش في مجموعات فيها ناس ومشكلتك تعرضها عليهم ويساعدوك وتساعدهم ما هي كده يعني مش هتمشي اللي كده انت قاعد ومستني مثلا ان انا هقدم لك محتوى او فلان هقدم لك محتوى واحد بس مش هتمشي خلاص كل واحد بيعمل اللي بيقدر عليه وخلصت فهمني لما انت تدور هتبقى انت احسن وبتستناش المعلومة مني او من فلان او من علان دور انت وحاول توصلها بقى اي طريقة بقى ليه تخلي حد يجيب لك المعلومة وانت قاعد دايما اندور عليها ووصل قبله انت لو استنت المعلومة مثلا من محمد محمد بياخد المعلومة الاول وبعدين يفهمها ويطبقها وبعدين يجي يقولها لك ولما كن سهل علي بيجي يقولها لك لان لو صعبة مش هيعرف يقولها لك ما تروح انت بالنفسه مصدر محمد وتتعلم ايه الفكرة في كده الموضوع ده فيه كلام كتير جدا بس انا مش عايز تتقول عليكم فانا عايز اديكم الخطوط العريضة اللي تقدر تمشي عليها وتبقوا عارفين اجابة السؤال ده انا عارف ان لسه الموضوع في ايه ابهام كتير ومحتاجين معلمات اكتر بس المعلمات الاكتر انت لو فهمت اللي انا قلته هتقدر توصلها بنفسه مش هتحتاج ان انا اقولها لك انا معديش مشكلة ان اقولها لك في فيديو تاني وثالت ورابع وانا وعد نتناقش في الموضوع ده كتير ده حاجة مش هديني خالص بل بالعكس انا عارف ان هيبقى انت كده مهتم وعايز تتعلم فدي حاجة هتبسطني بس انا زي ما اقولك ان انت لو فهمت الكلام ده كويس هتعرف تدور هتعرف توصل لما اعتقدك ارادة انك توصل حاولت مرة اتنين وما وصلتش برضو هتحاول وهتوصل بعد كده بس كده كده تكون حلقتنا خلصت قول لي ايه رأيك زي ما قلتلك بقول لي عايز نتكلم لك عن كونسبت ايه او عن فكرة ايه انا باتكلم طبعا من دفع خبرتي ودفع المبرمجين اللي انا عارفهم والقصص اللي انا عرفتها عن المبرمجين الكبار زي ستيف جوبس ومارك بتاع فيسبوك والجودة كله فاتمنى يكون الفيديو عجبك اكتب لي رأيك في التعليقات واقتراحتك واشوفك في فيديو تاني ان شاء الله كان معكم احمد سامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته